أكد وزير الموارد المائية والرأي محمد عبد العاطي أن الاتحاد الأوروبية بمؤسساته المختلفة يعد من أهم شركاء التنمية يعتبر مثالا ملموسا على شراكة ناجحة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي وخلال لقاء عقده عبد العاطي مع أوليفر فاريلي مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي أثناء وزير الرأي على دور الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع المياه في مصر سواء من خلال الدعم الفني أو يتاح التمويل لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مصر تناول اللقاء أيضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على رأسها التغيرات المناخية كذا الهجرة التي يمكن لمصر والاتحاد الأوروبي تعزيز شراكتهما فيها مع العمل معا لضمان بيئة مواتية للاستثمار في هذه المجالات